أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل آرون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها واجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل آرون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها واجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وبقية مما ترك آل موسى وآل آرون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها واجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجنت قلوبهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة